يمضي أب بكر يومه في رحلة بحث مرهقة عن دواء مراض السكري فلا يجد ضلته بين ندرة الدواء وارتفاع أسعاره من الصباح نفتح ليلة دواء ما لقيت وبزاعة الأنسلين بتاع السكري ما موجود وما متوفر حتى لو مشاهدت الإمدادات الطبية ما بتلقاوه وفي صعوبة وفي أسعار غالية السلطات الصحية تقول إن الإمدادات الطبية توفر الدواء بتكلفة أقل بكثير من الصيدليات الخاصة وهو ما يجعل المواطنين يخزنون الأدوية الأمر الذي يربك مخزون الأدوية ويفتح الباب لنشاط السوق السوداء وهو ما يتطلب التدخل العاجل تبدأ التوجيهات لكل الصيدليات الحكومية والعمل في الإمدادات الطبية وفي التأمين الصحي وغيرها إنهم يصرفوا الدواء لصاحب الرشدة ولصاحب البطاغة لأنهم ده بيكون عنده دفتر ويكون عارفين إنهم الكمية كده في محاولة لإنهم نوفر الدواء للزولة المحتاجة لهم حقيقة وبالكمية المحتاجة لها وده بيخليني إنهم يدينا فرصة إنهم نبدأ عالجا مشكلة باستمرار أسعار الدواء ارتفعت بنسبة 200% لبعض الأدوية المنقذة للحياة والأمراض المزمنة كعقار الأنسلين لمراض السكرية ارتفاع صاحبه شح وندرة في كثير من الأحيان ما بنقدر نقول إنه فيه الشح كامل ولكن فيه نوع من الندرة الخاصة في الأدوية لا علاقة بمراض السكر يعني تقريبا حصلت زيادة في فترة بتاع الشهرين ما بين 100 إلى 200% أيضا فيه تفاوت في الأسعار والسبب يعني عدم توفر بعض الأدوية في الشركات وفي الصيدليات فده خل فيه نوع من التفاوت في الأسعار الأزمة الاقتصادية ساهمت في تفاقم حالة الهلع وسط المواطنين الذين يحرصون على توفير أدويتهم خوفا من شح وارتفاع متوقع بعد التراجع الواضح في الاهتمام الحكومي بقطاع الصحة وتعثر قطاع الصناعات الدوائية في السودان ارتفاع أسعار الدواء جعل كثير من المواطنين يدخلون في نظام تجزئة جرعة العلاج حسب قدرتهم المالية في ظل الزيادات الكبيرة في أسعار الدواء التي يراها مراقبون مؤشرا على وقف الدعم الحكومي للدواء كليا تهاني براهيم الحرة الخرطوم تهاني براهيم تهاني براهيم